أيها الإخوة من هذا الباب أيضا عدم التعاظم على الناس الرسول على السلام كان مستلقيا في المسجد أو متكيا في المسجد فجاء رجل من العراب يسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أيكم محمد قالوا هذا الرجل الأبيض المتكئ هذا الرجل الأبيض المتكئ فالعرابي ما كان يعرف الرسول عن ما تحذب الرسول الهلات في المسجد يصلي ويتكي كما يتكي غيره العرابي يأتي يسأل أيكم محمد فيقولون هذا الرجل المتكئ إياك أن تكثر من السناء على نفسك فإن هذا يزيد هذا الدأ فيك يزيد الدأ العجب والكبر فيك ولكن امتثل أمر الله سبحانه وتعالى وكن متواضعا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون نبيا ملكا وبين أن يكون عبدا رسولا فقال له جبريليا محمد تواضع لربك عز وجل تواضع لربك عز وجل فاختار النبي أن يكون عبدا رسولا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن النبي نهى عن التمادح الزائد الذي قد يرث العجب رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أثنى على رجل عنده أثنى على رجل وبالغ في الإطراء فقال ويحك أو ويلك قطعت عنك أخيك قطعت عنك أخيك قطعت عنك أخيك إن كان أحدكم لا محالة فعلا فليقل أحسب فلانا كذا وكذا والله حسيبه ولأزكي على الله أحدا إن النبي وكما أسلفت كانت عمل مع الصغير والكبير والضعيف كانت المرأة تقول إن لي إليك حاجة يا رسول الله فتأخذه من كميها كذا من يده وأحيانا يكون في عقلها شيء يقول يا أم فلان اذهبي إلى أي سكك شئتي حتى أقضي لك حاجتك إن النبي عليه الصلاة والمرأة أسامة بن زيد تعصر تعصر في عتبة الباب فأخذ دمه يمجه ويقول وأسامة كان أسود شديد السواد لو كان أسامة جارية لحلوته وكسوته حتى أنفقه حتى أنفقه يعني حتى أشوفه عريس باللهجة المصرية أن يتي بذهب وملابس جيدة حتى أزينه حتى يتزوج لكن كان أسامة كما لا يخف عليكم رجل هذا ومن التواضع أن تلزم القصاص ورد المظالم من نفسك من نفسك الرسول عليه الصلاة والسلام جاء سيد بن حضير وكان أزيد يمازح بعض المزاح فضربه الرسول على بطنه فقال يا رسول الله القصاص فقال الرسول قص قال لا بطني كانت مكشوفة الجزء الذي ضربتني فيه من بطني كان مكشوفا فكشف النبي عن بطنه فأقبل أسيد بن حضير يقبلها ويقول هذا الذي أردت يا رسول الله هذا الذي أردت يا رسول الله فتواضعك وإقرارك بالحق لخصمك سبب في رفعتك في الدنيا